إجراءات جديدة تضمنها المشروع التمهدي لقانون المالي 2019 تخص التهرب الجبائي لشركات المناولة الذي ألحق أضرار جسيمة بالخزينة العمومية سواء باللجوء إلى الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة ومن بين هذه الإجراءات ضرورة التأكد من المراجع التجارية والجبائية لشراكاء المتعاملين الاقتصاديين المستفدين من المبالغ المدفوعة لهم وتقديمه كشف مفصل يكون على هامش تصريحات المتعاملين السنوية للنتائج المتضمنة للمبالغ المدفوعة للغير الذين لا يمثلون جزءا من مستخدمهم وأشار المشروع إلى أنه في ظل التشريع الحالي تبقى المعلومات حول المناولة شبه منعدمة وتجد المصالح الجبائية نفسها محرومة من قدر كبير من المعلومات بشأنها وفي شرحه للأسباب أشار المشروع إلى لجوء المتعاملين في مجال الإشغال العمومية وبناء السكانات لاسيما الاجتماعية منها إلى شركات المناولة إلا أن هؤلاء المتعاملين لا يحققون إلا أرباح قليلة أو عجز في حين تكون تكاليف المناولة مرتفعة وخوفا من انتشار ظاهرة اللجوء إلى المناولة في قطاعات أخرى كقطاع الصناعة مثل تركيب السيارات وصناعة الإلكترونية فإنه بات من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبحها بحيها